تمكنت مرشحة اتلاف سومار عن دائرة مادريد تسلم سيدي من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية لتصبح أول امرأة من وصول صحروية تحصل على عضية في البرلمان الإسباني تسلم سيدي التي يلقبها الإعلام الإسباني بالمحامية الصحروية بسبب نشاطها في منهضة الاحتلال المغربي ودفاعها عن استقلال الصحراء الغربية مهندسة كمبيوتر تبلغ من العمر 29 عاما وتقيم في إسبانيا التي استقبلتها لاجئة كما تعد من أكثر المقربين من زعيمة سومار يولندا دياز التي سبق لها أن عبرت عن دعمها حق الشعب الصحروي في تقرير المصير